اهلا ومرحبا بكم اعزائي طلاب الصف الثالث السانوي التجاري شعبة الشؤون القانونية وطلاب الصف الخامس السانوي التجاري شعبة الادارة والتسويق وسوق المال في حلقة جديدة من حلقات المراجعة على منهج المحاسبة الحكومية في الحلقة السابقة رجعنا على المعارف النظرية المتضمنة في الباب الاول وهو الباب الخاص بالاطار العام للمحاسبة الحكومية وايضا رجعنا البعض المعارف النظرية المتضمنة بالباب التاني وهو الباب الخاص بالنظام المحاسبي الحكومي وتطرقنا ايضا للباب التالت من ابواب منهج المحاسبة الحكومية والخاص بالموازنة العامة للدولة رجعنا بعض المعارف النظرية واخدنا مجموعة من الاسئلة النظرية او المعرفية اللي ممكن تجيلي في الاختبار سواء فيه شكل مقالي عرف او اسكر او حدد اهداف او خصائص وايضا تعرفنا على شكل مجموعة من الاسئلة الموضوعية اللي بتجيلي فيه الاختبار ممكن تجيلي سواء صح وخطأ او اكمل او اختر ما بين الاقواس خدنا مجموعة متنوعة من الاسئلة المعرفية اللي دايما لا يخلو ايه امتحان من امتحانات المحاسبة الحكومية من مثل هذه الاسئلة طبعا اتكلمنا في الحلقة السابقة على شكل اختبار المحاسبة الحكومية بشكل عام قلنا السؤال الاول بيجيلك الف وبي يعني فيه جزئية الف ويه جزئية بيه ودايما الجزئية الف بتكون عبارة عن سؤال نظري ممكن يكون سؤال نظري على الباب الاول سؤال نظري على الباب التاني على الباب التالت على الباب الرابع لان احنا عارفين ان منهج المحاسبة الحكومية بيتكون او بيتضمن اربع ابواب هنقولهم مع بعض بسرعة عشان برضو نأكد ان المقرر اللي هنمتحم فيه هو عبارة عن اربع ابواب الباب الاول ودي الباب الخاص بالاطار العام للمحاسبة الحكومية الباب التاني وهو الباب الخاص بالنظام المحاسبي الحكومي الباب التالت وهو الباب الخاص بالموازنة العامة للدولة الباب الرابع وهو الباب الخاص بالتوجيه المحاسبي للعمليات الحكومية دايما في الاختبار بيجي لي سؤال نظري وسؤال عملي يعني الاختبار هيبقى برعاً أربع أسئلة كل سؤال جزئتين ألفوا به ألف في الغالب بتبقى جزئية نظرية وبيه طبعاً بتكون جزئية عملية طبعاً قلنا إن الباب الأول اللي هو الإطار العام للمحاسبة الحكومية وأهدفها والسمات الخاصة بيها أو جهو الشبه والاختلاف بين المحاسبة الحكومية والمحاسبة المالية وكذلك العلاقة بين المحاسبة المالية والمحاسبة الحكومية والمحاسبة القومية الباب الثاني أيضاً بيتضمن مجموعة من المعارف النظرية أخذنا عليها أسئلة في الحلقة السابقة اللي هو الباب الخاص بالنظام المحاسبي الحكومي تعريف النظام المحاسبي الحكومي ومقومات النظام المحاسبي الحكومي يقولنا عندنا المجموعة المستندية والمجموعة الدفترية الباب الثاني أيضاً بيتضمن مجموعة من الأجزاء العملية اللي هنتناولها في حلقة اليوم إن شاء الله وكذلك هنتطرق أيضاً للجزء العملي الخاص فيه أو فيه المتضمن فيه الباب الثالث والخاص بالموازنة العامة للدولة في حلقة اليوم هنركز على الدفاتر الرقابية والموازنة العامة للدولة نتعرف إزاي الأسئلة بتجيلي في الاختبار سواء على المجموعة المستندية أو الدفترية في النظام المحاسم الحكومي وكذلك في باب الموازنة العامة للدولة نتعرف على الهيكل العام للموازنة العامة للدولة وإزاي بيجيلي سؤال في الاختبار على الهيكل العام للموازنة العامة للدولة يقول لي عد أو بواب استخدامات وموارد الموازنة ويستنتج العجز النقدي إذا كان في عجز نقدي وكذلك اظهر النتائج في شكل جدول ده سؤال بيجي دايما في الاختبار على باب الموازنة العامة للدولة الباب الثاني وهو النظام المحاسبي الحكومي هنتكلم فيه على مجموعة من السجلات والدفاتر الرقابية اللي هي طبعا منها مستندات يعني من المجموعة المستندية ومن المجموعة الدفترية في النظام المحاسبي الحكومي أو من مقاومات النظام المحاسبي الحكومي أول دفتر معانا وهو سجل حصر طلبات الصرف 55 عين ح أو الاستمارة 55 عين ح ممكن يجي لي سؤال في الاختبار على سجل حصر طلبات الصرف الوردة 55 عين ح ودي أكون أول جزئية هنتضرب على كيفية تسجيل استمارات اعتمادات الصرف 50 عين ح داخل سجل طلبات أو حصر طلبات الصرف الوردة 55 عين ح السؤال الثاني هنتكلم فيه عن الموازنة أو ميزان المراجعة اليومي هنتكلم فيه عن ميزان المراجعة اليومي أو دفتر الحزبة اليومية 69 عين ح السؤال الثالث هنتكلم فيه على دفتر الحزبة اليومية أو ميزان المراجعة اليومي هنتكلم أيضا عن دفتر حساب الشيكات 56 عين ح وكذلك أيضا هنتكلم على طبعا قلنا زي ما وضحنا سجل الارتباطات 291 و292 عين ح تعالوا تشوف مع بعض سجل حصر طلبات الصرف 55 عين ح طبعا هو أحد السجلات الرقابية المخصصة لحصر جميع طلبات الصرف الوردة للوحدة الإدارية الحكومية من مطالبات وفواتير وقيد استمرات اعتماد الصرف 50 عين ح ومرفقاتها ده نموذج لسجل حصر طلبات الصرف 55 عين ح طبعا مش مطلوب مني أن أنا أحفظ النموذج لكن هجيلي في الاختبار سؤال بالشكل التالي تعالوا نشوف مع بعض السؤال بقول لي ورد إلى إحدى الإدارات التعليمية استمرات الصرف 50 عين ح والتي تخص مستحقات بعض العاملين بها وبياناتها كالتالي بيقول لي في 2-6-2010 استمارة واردة من مدرسة ناصر التجارية صافي قيمتها 175 جنيه 75 كرش وفروق ألاوة تشجيعية للموظف سمير عفيفي سلمت للمراجعة في اليوم التالي للموظف المختص محمد محي أنا طبعا مش هابا أقرأ العمليات كلها أنا هروح على طول على المطلوب أنا عندي عملية في 2-6 وعملية في 5-6 دايما أروح على المطلوب فبيقول لي هنا المطلوب إعداد الإستمارة 55 عين ح اللي هو دفتر حصر طلبات الصرف الواردة نفس المعنى يعني لو قال لي عد الإستمارة 55 عين ح هو المقصوب بها دفتر حصر طلبات الصرف الواردة وجايب لي هنا النموذج يبقى أنا في الاختبار مش هتطلب مني أن أنا أكون حافظ تصميم النموذج بالشكل اللي أمامنا الآن هو يجيلك في الاختبار جاهز كل ما عليك أنك تنقله داخل دفتر أو كراسة الإجابة ثم تقوم بتسجيل العمليات داخل الاستمارة أو داخل دفتر حص طلبات الصرف اللي هو في النموذج المعدي أول خطوة هتنقل النموذج دو داخل الاستمارة أو داخل كراسة الإجابة بنفس الطريقة هتقوم بتصطير الاستمارة اللي هو وجهة بها لك مرفقة مع السؤال داخل فيه كراسة الإجابة سواء بقى بالكراسة بالعرض أو بالطول ويفضل أنت تسطرها طبعا بالعرض بتاع الكراسة يعني مش أفقي لا هتعملها مش رأسي هتعملها أفقي داخل كراسة الإجابة هنرجع بقى نقرأ عملية عملية من العمليات ونشوف إزاي هنسجلها داخل سجل حصر طلبات الصرف خمسة وخمسين عين حا هنمشي بالترتيب على طول العملية الأولى بيقول لي في اتنين ستة الفين وعش إيه اللي حصل استمارة واردة من مدرسة ناصر التجارية صافي قيمتها مية خمسة وسبعين جنيه خمسة وسبعين يرش دي فروق علاوة تشجئة للموظف سمير عفيفي سلمت للمراجعة في اليوم التالي الموظف المختص محمد نحي والنزي قام بأعداتها بتاريخ خمسة ستة الفين وعشر وتم تستمع لقسم الشد في تاريخه للموظف المختص مجد كامل وتم استخراج شيك رقم تمانية وسبعين على طه بالمبلغ المستحق بتاريخ عشرين ستة الفين وعشر على البنك المركزي هروح على طول على سجل لحصر طلبات الصرف او الاستبارة اللي انا قمت بتصميمها وبعدين في المسلسل هنا اسجل رقم واحد في تاريخ الوارد اسجل تاريخ العملية طبعا اتنين ستة والجهة الوارد منها الاستبارة اللي هي كانت ايه مدرسة ناصر التجارية المبلغ طبعا كان مية خمسة وسبعين جنيه خمسة وسبعين قرش اللحظ ان المبلغ عندي مقسوم الجنيه الواحدة والخمسة وسبعين قرش الواحدة حط الايه المية خمسة وسبعين جنيه والخمسة وسبعين قرش حط القرش في عمود الكروش بهذه الطريقة طبعا انا وكان جايب لي المبلغ مية خمسة وسبعين جنيه علامة خمسة وسبعين طبعا اي مبلغ بعد العامة من قرش على طول يبقى انا اكتبين على طول مية خمسة وسبعين جنيه واخد علامة او اكتب في عمود الكروش خمسة وسبعين قرش صاحب الحق سمير عفيفي تاريخ التسليم للمراجعة تم التسليم في نفس اليوم اللي هو او في اليوم التالي اللي هو 3-6 بعد كده تم التوقيع المستلم اللي هو الموظف محمد نوحي يقام بالتوقيع ثم تم اعادتها من المراجعة يوم 5-6 وبعدين تم تسلم لقسم الشاط بيوم 5-6 ايضا في نفس اليوم واللي استلم اللي هو الموظف مجدي كامل هيقوم بالتوقيع وهنا طبعا تم اصدار شيك رقم 78 70 على طعف هكتب رقم الشيك الجهة المحول عليها طبعا الشيك بيحول على البنك المركزي تاريخ تصدير اذن الصرف او الشيك طبعا هيبقى تاريخ صرف الشيك او تصديره طبعا قال لي 26 يبقى كده على طول انا بسجل بطريقة سلسة وبسيطة بابتدي اكتب اول عملية ده مسلسل رقم واحد وكذا وبعدين البيانات جاء لي مسلسلة ومتتالية وربع ضعها انا ما بعملش على كل فيه في الموضوع ان انا بشيل بانات انقلها في الخنات المخصصة لها تعالوا نشوف عملية اخرى عشان يتأكد لنا او نأكد على الطريقة اللي بنسجل بها الاعمليات او استمارات الاعتمادات 50 عين حا داخل استمارات الصرف او دفتر حصر طلبات الصرف الواردة 55 عين حا العملية التانية بقولي فيه 5 6 2010 استمارة واردة من مدرسة عاصم التجارية اخبالي اللي هنا تاريخ العملية 5 6 ودي العملية رقم اتنين الاستمارة واردة من مدرسة عاصم التجارية صافي قيمتها 525 جنيه علامة 90 يعني 525 جنيه و90 قرش فروق مكافأة او مكافأة للموظف شعبان علي سلمت للمراجعة يوم 7 6 2010 للموظف المختص اللي هو عاطف سليم والذي قام باعداتها في اليوم التالي وتم تسلم الى قسم اشاط بتاريخ 10 6 2010 الموظف المختص محمد ناجي والذي اهمل في عمله حتى يوم 15 6 2010 وتم تحويله للشؤون القرنية التحقيق معه بناء على الشكوى المقدمة من صعب الحق هنا لم يتم اصدار في العملية دي ما تمش اصدار ولا اذن صرف ولا شيك بالمستحق لصاحب الحق اللي هو طبعا قلنا للموظف اللي هو اسمه شعبان علي يبقى كده ما فيه شيك اصدر وبالتالي هنسجل داخل دفتر حصف رباط الصرف ان العملية اللي هي 5 6 دي لم يستخرج لها شيك تعالوا نشوف ازاي هنسجل العملية دي داخل دفتر او سجل حصر طلبات الصرف 55 عنحة طبعا في المسلسل انا هكتب 2 دي العملية رقم 2 تاريخ العملية 5 6 طبعا الجهة الورد منها الاستمارة اللي هي مدرسة عاصم التجارية المبلغ طبعا 525 جنيه وفي خانة او في عمود الكروش اكتب 90 كرش وطبعا صاحب الحق اللي هو الموظف شعبان علي تاريخ التسليم للمراجعة طبعا كان 7 6 توقيع المستلم طبعا الموظف الاستلم كان الموظف عاطف سليم تاريخ اعداتها من المراجعة طبعا 8 6 تاريخ التسليم لقسم الشطب كان 10 6 الموظف الاستلم اللي هو طبعا محمد ناجي اللي اهمل في عمله وما اصدرش شيك للموظف شعبان علي وبالتالي هنسجل في الملاحظات انه لم يستخرج شيك يبقى طالما الموظف اهمل في عمله وتم تحويله للشؤون القانونية بناء على الشكوى المقدمة من صاحب الحق مش هنسجل طبعا لاني مفيش بنات للشيك ولا اذن صرف ولا جهة صدرة او محول عليها الصرف وكذلك مفيش اصدار او اذن او تاريخ لتصدير او اذن الصرف او الشيك وبالتالي هنذكر بس في الملاحظات انه لم يستخرج شيك يبقى دي الطريقة يا عزيزي الطلاب اللي بيتم بيها تسجيل العمليات داخل سجل حصر طلبات الصرف الوردة ممكن يجيلي سؤال في الاختبار يجيلي مجموعة من العمليات زي ما شفنا ويقول لي سجل هذه العمليات داخل سجل حصر طلبات الصرف الوردة 55 عين حا زي ما احنا شايفين العملية بسيطة وطريقة بسيطة وسهلة ما خافشي ما ألاقشي اسجل العمليات بترتيب البيانات الوردة في كل عملية ممكن يجيلي انا جبتلك عمليتين عملية تم اصدار فيها شيك وعملية لم يستخرج فيها شيك لكن ممكن في الاختبار يجيلك تلات عمليات عمليتين مثلا استخرج فيهم شيك وعملية لم يتم استخراج شيك تعالوا نشوف تمرين جديد او تدريب جديد على موضوع او ميزان المراجعة اليومي او دفتر الحزبة اليومية 69 عين حا تعالوا نشوف مع بعض دفتر الحزبة اليومية 69 عين حا دفتر الحزبة اليومية 69 عين حا او ميزان المراجعة اليومي هو عبورة عن ميزان مراجعة يومي للعملية المالية في الوحدة الإدارية الحكومية وينقسم الى جانبين طبعا جانب مدين وجانب دائم وطبعا في نهاية كل يوم لا يبد ان جانب المدين يتساوى مع الجانب الدائم شكل دفتر الحزبة اليومية زي ما اخذناها ابل كده في خلقات سابقة عندي جانب مدين وفي الجانب المدين عندي مجموعة من الحسابات الاستخدامات ارادات بالاستبعاد الحسابات الجارية المتنوعة دي طبعا بتشمل نخبنا ان الحسابات الجارية المتنوعة بتشمل شيكات تحت التخصيل والمغضية وما بسجلش بياناتهم في العمود الخاص بالمبلغ بسجلهم داخل عمود البيان مبلغهم لانهم يعتبروا جزء من الحسابات المتنوعة عادنا ايضا من ضمن حسابات المدينة حسابات تسوية المدينة وحسابات تسوية الدينة والحسابات النظامية في الجانب الدائن الإرادات الاستخدامات بالاستبعاد الحسابات الجارية المتنوعة دي بتشمل ثلاث حسابات الشيكات الحوالات البنك المركزي وطبعا علشان هم جزء من الحسابات الجارية المتنوعة ما بيتمش ادراج مبلغهم داخل عمود المبلغ بنكتب مبلغهم في خانة البيان زي ما احنا شافين بعد كده عندنا حسابات التسوية المدينة وحسابات التسوية الدينة وعندنا الحسابات النظامية الجزئية المهمة اللي دايما بنأكد عليها عزيزي الطلاب ان لازم الحسابات النظامية المدينة تساوي الحسابات النظامية الدائنة يبقى الحسابات النظامية المدينة تتساوي مع الحسابات النظامية الدائنة مجموعة الشيكات تحت التحصيل والنقضية هو عبارة لمجمع الشيكات تحت التحصيل والنقضية لانهم جزء من الحسابات المتنوعة هو مكونات الحسابات الجارية المتنوعة في الجانب المدين يديني مجموعة الحسابات الجارية المتنوعة كذلك في الجانب الدائن الشيكات والحوالات والبنك المركزي مجموعهم هو عبارة عن الحسابات الجارية المتنوعة بالجانب الدائن زي ما أوضحنا لازم مجموع الجانب المدين لدفتر الحزبة اليومية يتساوى مع مجموع الجانب الدائن ده سؤال بيجي في الاختبار لكن أخذ بالي من الفنيات اللي ممكن تجيلي طبعا قلنا لازم الحسابات النظامية المدينة تتساوى مع الحسابات النظامية إدعينا تعالوا نشوف تدريب على دفتر الحزبة اليومية 69 عنحة أو سجل أو ميزان المراجعة اليومي كما يسمى طيب التدريب التاني بقول لي استخرجت البيانات التالية من واقع مجموعة يومية استمرات الصرفيات والتسويات 224 عنحة وجايب لي الجانب المديني يعني جايب لي الحسابات اللي بتظهر في الجانب المدين والحسابات اللي بتظهر في الجانب الدائن وبيقول للمطلوب اثبات العمليات الصادقة بضفتر حساب الشيكات 56 عين حا اخو بالي اني لازم الحسابات النظامية المدينة اللي هي في الجانب المدين تتساوى مع الحسابات النظامية في الجانب الدائن زي ما اوضحنا طيب لو كان عندي حسابات النظامية زي ما احنا شايفين في التدريب جايب لي هنا 100 ألف جنيه حسابات نظامية في الجانب المديني اللي هو جانب منه وفي الجانب الدائل جايب للحسابات النظامية مجهولة طيب يبقى على طول نستشف كده ان الحسابات النظامية في الجانب الدائل لازم مجموعة يبقى 100 ألف جنيه لان الحسابات النظامية في الجانب المدين 100 ألف جنيه يبقى وقلنا وقضحنا ان الحسابات النظامية المدينة بتساوي الحسابات النظامية الدائل كذلك ايضا الحسابات الجارية المتنوعة بتنضم شيكات تحت التحصل ونقديعنا 20 و30 ها يديني مجموع الحسابات الجارية المتنوعة بالجانب المدين 50 ألف وكذلك أيضا في الجانب الدائن هاجد عندي شكات وحوالات وبنك مركزي 40 ألف زي 30 زي 20 ها يديني 90 ألف اللي هي الحسابات الجارية المتنوعة بالجانب الدائن دي فنيات بسيطة أخب بالي منها علشان ما أخطأش فيه الامتحان حسابات النظامية بالجانب المدين يجب أن تتساوى مع الحسابات النظامية بالجانب الدائن في ميزان المراجعة اليومي أو في ميزان المراجعة اليومي طبعا هنا المطلوب طبعا خطأ ده خطأ كتابي هو بقول لي المطلوب صح بقا أن أنا أعد أو أسجل العمليات دي فيه دفتر الحزبة اليومية 69 عين حا وليس حساب الشيكات دي خطأ مطباية تعالوا نشوف إزاي هنعد أو هنسجل البيانات دي في دفتر الحزبة اليومية 69 عين حا على طول بعد ما تصمم الدفتر جانب المدين والجانب الدائن هتنقل البيانات على طول من التدريب بيانات الجانب المدين هتوضع كلها في الجانب المدين وخبالي هذه الاستخدامات 45 الأراضات بالاستبعاد 125 الحسابات الجرية المتنوعة طبعا هحط مبلغ 50 ألف جنيه لكن الجزئيات اللي هي 30 و20 طبعا هوضعها فين في خانة البيان في الجانب المدين 30 ألف شكات تحت التحصيل و20 ألف جنيه نقدية وكذلك بقى أنقل بقى عندي حسابات تسوية الدائنة 40 ألف والحسابات النظامية 100 ألف والحسابات التسوية المدينة 60 ألف جنيه بالترتيب يبقى عندي حسابات تسوية مدينة 60 ألف حسابات التسوية الدائنة 40 ألف والحسابات النظامية 100 ألف جنيه بنفس الطريقة هنقل بقى الحسابات الخاصة بالجانب الدائنة للإرادات والاستخدامات بالاستبعاد والحسابات الجرية المتنوعة وخبا لأن الشكات والحوالات والبنك المركزي هيتم إدراجهم في عمود أو خانة البيان وليس في عمود المبلغ بنفس الطريقة الإرادات عندي 80 ألف جنيه الاستخدامات بالاستبعاد 65 ألف وعندي الحسابات الجرية المتنوعة 90 ألف والفرعيات منها الشكات 20 والحوالات 30 والبنك المركزي 40 حسابات التسوية المدينة زي ما احنا شايفين أمامنا 30 ألف جنيه و55 ألف جنيه تسوية حسابات تسوية الدائنة والحسابات النظامية مجهول مبلغة لكن لازم تتساوية مع الحسابات النظامية الدائنة يبقى أنا هستشف على طول كده أو أستنتج أن الحسابات النظامية الدائنة 100 ألف جنيه أيضا أروح على دفتر الحزبة اليومية وسجل الحسابات النظامية 100 ألف جنيه كما في الجانب الدائن يجب أن مجموع الجانب المدينة يتساوى مع مجموع الجانب الدائن زي ما أوضحنا أن يجب مطبقة الجانب المدين مع الجانب الدائن أجمع الجانب المدين ألاقيه 420 ألف جنيه وأجمع الجانب الدائن ألاقي المجموعة بتاعه أيضا 420 ألف جنيه لو المجموعة الجانب المدين ما تسواش مع الجانب الدائن يبقى في الحالة دي أتعزي الطلاب يكون عندي خطأ فني تم ارتكابه أثناء تسجيل العمليات داخل دفتر الحزبة اليومية 69 عين حا أو ميزان المراجعة اليومي من الدفاتر المهمة أيضا اللي دايما بتيجي فيه الاختبار هو دفتر حساب الشيكات 56 عين حا دفتر حساب الشيكات 56 عين حا هو أحد دفاتر الأستاذ اللي بيسجل به الشيكات الصادرة من الوحدة وبيمثل رصيده الشيكات التي سحبت على الوحدة ولم تصرف بعد يبقى دفتر حساب الشيكات هو أحد دفاتر الأستاذ في المجموعة الدفترية من النظام المحاسب الحكومي بيسجل به الشيكات الصادرة من الوحدة يعني المسحوبة على الوحدة الحكومية ورصيده بيمثل الشيكات التي سحبت على الوحدة الحكومية ولم تصرف بعد نموذج لدفتر حساب الشيكات 56 عين حا دفتر أستاذ في جانب مدين وجانب دان وكل جانب من هذه الجوانب فيه مجموعة من الخنات طبعا الجانب المدين فيه إجمال العمليات وإجمال عمليات وفيه الشيكات المنصرفة وفيه تاريخ ورقم حفظة الشيك وده خاص بالشيكات المسحوبة على الوحدة وتم صرفها يبقى الجانب المدين هيسجل فيه الشيكات المسحوبة على الوحدة وتم صرفها أما الجانب الدائن بيسجل فيه جميع الشيكات الصادرة من الوحدة أو المسحوبة على الوحدة يبقى هنا هسجل كل الشيكات اللي سحبت على الوحدة في الجانب الدائن وفي الجانب المدين زي ما احنا عارفين أعزائي الطلاب سجل الشيكات التي تم صرفها من الشيكات المسحوبة على الوحدة عشان نفهم إزاي هيجي للسؤال زي دوت فيه الاختبار تعالوا نشوف مع بعض سؤال على دفتر حساب الشيكات 56 عين حا بيقول لي العمليات الآتية تمت بأحدى الوحدات الحكومية خلال شهر أغسطس 2013 وبيقول لي في عشر تمانية 2013 تم سحب شيك رقم 666 على البنك المركزي الوظف في شام محمد بمبلغ 1600 جنيه هبتدي طبعا أقرأ كل العمليات دي لكن عيني برضو على المطلوب بيقول لي المطلوب إثبات العمليات السابقة بدفتر حساب الشيكات 56 عين حا طيب هبتدي أخد كل عملية من العملات دي أسجلها في دفتر حساب الشيكات 56 عين حا لكن قبل ما أروح أسجل عمليات لازم أصمم أو أعد صفحة من صفحات دفتر حساب الشيكات 56 عين حا هبتدي أعد الصفحة بالطريقة الأمامي الآن طبعا في كراسة الإجابة هيكون أيضا أعدها بشكل أفقي وليس بشكل رأسي يعني لازم الكراسة تكون عندي عشان لو أنا أعدتها بشكل رأسي الأعمدة كتير فمش هتكفي معاكي بأنت لازم تعدها بشكل أفقي في صفحة واحدة من صفحات كراسة الإجابة بعد ما يتم ما قوم بتصميم أو تصطير صفحة من صفحات دفتر حساب الشيكات وطبعا ما تتعبش نفسك هو هيجيب لك النموذج يعني هيجيب لك رأسي الأعمدة اللي أمامك الآن وانت كل ما عليك ان انت هتقوم بتصطير أو بنائل هذا النموذج مرة أخرى داخل كراسة الإجابة المطلوب منك أو اللي هيتم محاسبتك عليه من درجات انك ازاي تسجل العمليات داخل دفتر حساب الشيكات تركز معايا علشان تعرف ازاي هتسجل العمليات داخل دفتر حساب الشيكات 56 أي نحا هنرجع للتدريب ونقرأ عملية عملية العملية الأولى بيقول في 10-8-2013 تم سحب شيك رقم 666 على البنك المركزي للموظف شام محمد بمبلغ 1600 جنيه هروح على طول على دفتر حساب الشيكات 56 أي نحا وخبالي تاريخ العملية 10-8 اللي هو طبعا تم سحب الشيك رقم 36 على البنك المركزي الموظف اسمه شام محمد ومبلغ الشيك 1600 جنيه العملية دي هتسجل في جانب له تمام يبقى كده الشيكات المسحوبة على الوحدة بتسجل في جانب له يبقى على طول هروح على جانب له وكتب تاريخ السحب في الملحظات طبعا هكتب واحد اللي دي اول عملية عندي ثم اسجل تاريخ السحب اللي هو طبعا زي ما امامي الان 15-8 وعلى طول اسجل اسم صاحب الحق مش هكتب حاجة فيه المصطحة المخصوم عليها اسم صاحب الحق اللي هو شام محمد البنك المحول عليه الصرف طبعا البنك المركزي رقم الشيك المسحوب قلنا 366 قيمة الشيك 1600 جنيه يبقى انا كده سجلت العملية الاولى ببساطة جديدة كتبت اديت في الملحظات دي اول عملية فاديت رقم واحد بعد كده كتبت تاريخ السحب اللي هو متدولي في التدريب 15-8 ثم بعد كده سجلت اسم صاحب الحق اللي هو شام محمد والبنك المحول عليه الصرف اللي هو البنك المركزي وبعدين اخر حاجة سجل فيه اللي هي الشيكات المسحوبة اللي هو رقم الشيك وقيمة الشيك الشيك كان رقم 666 وقيمته 1600 كده انا سجلت العملية الاولى تعالوا نشوف العملية التانية بيقول لي فيه 15 منه تم سحب شيك رقم 888 على البنك المركزي للموظف خالد حامد بمبلغ 400 جنيه بمبلغ 400 جنيه طيب يبقى هنا على طول التاريخ العملية 15-8 رقم الشيك 888 مسحوب على البنك المركزي الموظف او صاحب الحق خالد حامد المبلغ 400 جنيه اروح على دفتر حساب الشيكات 56 عنحة وطبعا دي شيك مسحوب فيسجل في جانب له هادي له رقم 2 بعد كده على طول ابتدي اكتب تاريخ العملية اللي هو 15-8 ثم بعد كده اسجل اسم صاحب الشيك اللي هو ايه خالد حامد ثم البنك المسحوب عليه اللي هو البنك المركزي رقم العملية اللي هو طبعا 888 والمبلغ بتاع الشيك اللي هو 400 جنيه واجمع طبعا احنا في المرة السابقة نسينا نجمع طبعا الممكن اسيب الجمع في اليوميات في الاخر او بعد كل عملية ما سجلها اجمع القيمة اللي هي 1600 جنيه احطون في جمال العاملات في اليومية وليس في الشهر يعني ممكن اخلص بس تسجيل الشيكات ثم ابتدي اجمع بقى اليومية ثم اجمع الشهر لكن عادي ممكن انا زي ما شفنا في العملية الاولى ان انا سجل على طول عملية وبعدين القيمة 1600 اسجل على طول في اليومية 1600 هنعمل نفس الطريقة برضو في العملية التانية ممكن اسجل ال400 على طول انا في اجمال العملية في اليومية او اسبها في النهاية بعد ما اسجل كل عملية ابتدي اجمع اليوميات واجمع الشهر هسجل ال400 جنيه الخاصين بايه بيه اليومية وبعدين اشوف العملية رقم 3 نرجع العملية رقم 3 بيقول لي في 22 منه تم سحب شيك رقم تلت تسعات او تسعمية تسعة وتسعين على البنك المركزي للموظف الموظف اشرف سعد مبلغ 500 جنيه ده ايضا شيك مسحوب هيسجل فيه دفتر حساب الشيكات ستة وخمسين اين حافل جانب الدائم هديله رقم ثم بعد كده سجل تاريخ السحب اللي هو 22 8 هو اكتب اسم صحب الحق اللي هو الموظف اشرف سعد البنك المسحوب عليه او المحاول عليه الصرف اللي هو البنك المركزي رقم الشيك 969 قيمة الشيك 500 جنيه ايضا ممكن اوضعها على طول في اليومية واسيب جامعها في النهاية لكن انا همشي بالترتيب دوت هجمع اليومية بعد ما سجل قيمة الشيك المسحوب هجمعه في اليومية ايضا حط المجموبة تها 500 جنيه كده سجلت العملية اشوف العملية اللي بعدها عملية اللي بعدها بيقول لي فيه 28 منه ورد اختار من البنك المركزي يفيد صرف الشيك رقم 666 ده عملية جديدة احنا قبل كده بنقول ليه سحب شيك سحب شيك سحب شيك كل العملية السابقة كلها سحب في 28 منه قال لي ايه قال لي تم صرف الشيك طب اي شيك قال لي الشيك 666 نرجع للعملية الاولى اللي هي في 10 8 قال لي تم صحب شيك رقم 666 على البنك المركزي الموظف الشام محمد دمبلغ 1600 يبقى ده الشيك اللي تم صرفه اللي هو رقم 666 بوجب حفظة حفظة رقم 777 طبعا دي صرف شيك وكده احنا عرفنا ان هو الشيك 666 اللي هو الخاص بالموظف شام محمد يبقى ده عملية صرف هتسجل في جانب منه وليس في جانب له وهنرجع وده مربوطة بعملية قبل كده اللي هي العملية في 10 8 اللي هي مبلغ 1600 جنيه هروع على طول على دفتر حساب الشيكات 56 محا وفي الجانب الدائن في تاريخ ورقم العملية هأسم الصف اللي هو الخاص بتاريخ ورقم حفظة الشيك هأسمه من الصين في الجزء العلو منه هكتب تاريخ العملية في الجزء الأسفل هكتب رقم حفظة الشيك بهذه الطريقة 28 8 على رقم الحفظة 777 هسجل مبلغ الشيك طبعا هو قال للشيك اللي هو 666 تم صرفه مبلغه 1600 جنيه هسجل رقم الشيك الأول اللي هو 666 في الشيكات المنصرفة هكتب 666 ثم قيمة الشيك اللي هي 1600 واجمع عادي برضو او ايضا مبلغ الشيك في اليوميات او في اجمال العمليات هوضع هنا في اليومية في اجمال العملات في اليومية 1600 جنيه زي ما وضعت كده عزيزة الطلاب ان انا ممكن ايسيب اليوميات دي في النهاية او اجمعها على طول بشكل متتابع وانا بسجل كل عملية من العملات وطبعا هنا في خطأ دي العملية رقم واحد دي طبعا تاريخها 10 8 وليس 15 8 انا خبالنا دي خطأ كتابي نتجاوزه طيب يبقى انا بعد ما عملت كده خلاص سجلت العملات في دفتر حساب الشيكات 56 ابتدي اجمع بقى الشهري هاجي على اخر عمود اليوميات في جانب له هنا كده على طول واروخ جاي شهادة خط كده عند شهري وابتدي اجمع بقى 1600 زائد 400 زائد 500 على طول يديني مجموع كام 2500 اروخ جاي مسجله منه على طول في خانة الشهري 2500 في ايضا في الجانب منه هاجي بقى على العمود بتاع الخاص بي اليومية هاجي مع المبالغ الموجودة فيه وهدرج مبلغها في العمود الشهري اللي هي 1600 يبقى انا جامعت هنا الاعمود اليومية خطت الاجمال بتاعه في الشهري وكذلك جامعت اليوميات هنا وخطت مجموعها في الشهري دايما الجانب الدائم اللي هو جانب له بيكون اكبر من الجانب من جانب منه اللي هو الجانب المدين او مساوي له فعلى طول لو انا عايز اجيب الرصيد بتاع دفتر حساب الشكات هاجيب الفرق بين مجموع اللي هو اجمال العمليات في الشهرية في له ناقص اجمال العمليات الشهرية في منه يعني الرصيد هو عبارة عن 2500 نص 1600 طيب انا اعمل ايه لازم احط الاول المجموع زي ما تعودنا دي دفتر استاذ يبقى احط مجموع الجانب الدائم في الجانبين 2500 2500 ثم بعد كده لو عايز اجيب الرصيد هاطرح بقى في الجانب منه الرصيد يكون في جانب منه هاطرح 2500 من مجموع اه او اجمال العمليات الشهرية اللي هي 1600 هيكون عند الرصيد على طول 900 جنيه طيب 900 جنيه عبارة عن ايه اعزائي الطلاب 900 جنيه دول عبارة عن الشيكات التي صحبت على الوحدة ولم تصرف بعد طيب احنا ايه الشيك اللي تصرف عندي الشيك 36 اللي هو ب 1600 جنيه ده اللي تصرف ايه الشيكات اللي لم تصرف الشيك 888 والشيك 999 مجموعهم ده 400 وده 500 يعني مجموعهم 900 جنيه بقى 900 جنيه والرصيد دول هم معبارة عن الشيكات التي صحبت على الوحدة ولم تصرف بعد وما هيبقى بالنسبة لي في اه هذه الحالة الشيك رقم 888 والشيك رقم 999 دي الطريقة عزائي الطلاب اللي بيتم بيها اه تسجيل العمليات داخل دفتر حساب الشيكات 56 اه عين حا هنشوف مع بعض اه الطريقة او هنتعرف على سجل الارتباطات 291 و292 نبقى احنا تعرفنا على الطريقة اللي بنسجل فيها العمليات في سجل حصر طلبات الصرف الوردة 55 عين حا والكيفية اللي بنسجل بها العمليات داخل ميزان المراجعة اليومي او دفتر الحزبة اليومية 69 عين حا وايضا تعرفنا على كيفية تسجيل العمليات داخل دفتر حساب الشيكات 56 عين حا عندنا سجل مهم من السجلات الرقابية او السجلات الاحصائية والمستخدم في النظام المحاسبي الحكومي بالوحدات الحكومية بالجهاز الاداري للدولة وهو سجل الارتباطات 291 و292 في الغالب ممكن يجيلي سؤال في الاختبار يقول لي سجل العملات التالية في سجل الارتباطات 291 او 292 طيب هما سجلين هو سجل واحد بيتم تصميمه بنفس الطريقة لكن احد هذه السجلات اللي هو 291 بيتم استخدامه على مستوى المحافظة او الوزارة واللي هو طبعا السجل 292 عين حا اما سجل الارتباطات 291 ده بيستخدم داخل الوحدات الادارية الفرعية من المحافظات والوزارات يبقى نفس السجل هو 291 هو السجل 292 الطريقة اللي بيتم بيها التسجيل داخل سجل الارتباطات 291 هي نفس الطريقة اللي بيتم التسجيل بيها في سجل الارتباطات 292 ولكن الاختلاف ان السجل الارتباطات 292 بيتم استخدامه في المحافظات او في الوزارة يعني بيستخدم بشكل مركزي اما 291 فده بيستخدم في الوحدات الحكومية الادارية الفرعية تعالوا نراجع مع بعض ايه هو سجل الارتباطات 291 و 292 ونتعرف على الكيفية اللي ممكن يجيلي عليها سؤال في الاختبار على سجل الارتباطات 291 او 292 عين حا طبعا هو احد السجلات الرقابية المخصص للارتباطات الخاصة بالوحدة الادارية وبيتم اعداده طبعا او امساكه بغرض احكام الرقابة على الاعتمادات المقررة لكل بند من بنود الموازنة بهدف او لضمان عدم تجاوزها وبيخصص طبعا الوزارة او المحافظة سجلا للارتباطات بيحمل الرقم 292 عين حا وبيتم اسناد مسئوليته للمراقب المالي يبقى السجل الارتباطات اللي هو نفسه سجل اللي هو 292 اللي هو نفسه او بنفس الصفحات وبنفس الشكل اللي هو 292 هما نفس الشكل لكن اللي واخد رقم 291 ده بيستخدم في الوحدات الحكومية الادارية الفرائية اما السجل اللي هو 292 ده بيستخدم في المحافظة او في الوزارات يعني بيستخدم بشكل مركزي وبيتم اسناد مسئوليته للمراقب المالي تعالوا نشوف شكل صفحة من صفحات سجل الارتباطات سواء 291 عنحة او 292 عنحة عندي طبعا فوق كده بيانات بسيطة اسم المصلحة اللي اعتماد الاصلي والتعزيز اللي اعتماد بعد التعزيز صفحة باند طبعا بكتب اسم الباند ادوات كتابية او قط غيار او هكذا وبكتب السنة المالية طبعا السنة المالية بتبقى يوضع جزء من السنة الحالية وجزء من السنة اللي بعدها يعني بتاخد سنتين ميلاديتين وراء بعض يعني السنة المالية آع 20-21 يعني 20-20 و20-21 وعند سنة طبعا آع السنة في الحكومة طبعا بتاخد بتبدأ في 1-7 من العام الحالي وتنتقى 36 من الحام التالي فبسجل هنا السنتين المليديتين اللي جت أو وقعت فيهم السنة المالية وعندي طبعا أعمدة التاريخ وعندي البيان بنسجل فيه العمليات وعندي المبلغ المرتبط به ومبلغ التعزيز والمبلغ المتبقي بعد الارتباط أنا هيجي لي في الاختبار أو هيجي لك في الاختبار السجل ده بنفس الطريقة كل ما عليك إنك تنقل السجل بنفس التصميم داخل قراصة الإجابة طبعا بشكل رأسي ثم بعد ذلك تقوم بالإجابة تعال نشوف تدريب ونتعرف إزاي على هنسجل العمليات داخل سجل الارتباطات أو هنصور صفحة من صفحات سجل الارتباطات لأي بند من بنود المخصصة بالموازنة العامة للدولة بيقول لي يبلغ الاعتماد المخصص بموازنة السنة المالية اللي هي 2011-2012 يبقى السنة المالية عندي 2011-2012 لبند قطع غيار السيارات 150 ألف جنيه يبقى أول حاجة المبلغ المخصص بالموازنة 150 ألف جنيه وبعدين بيقول لي في 11-2011 طلب قسم السيانة الارتباط بمبلغ 85 ألف جنيه وكذا بقى أبتدي أقرأ كل عاملية من العاملات الأمامي أنا على طول أروح على المطلوب بيقول لي تصوير بند قطع الغيار في سجل الارتباطات 291 و292 ده المطلوب يبقى على طول أروح على كراصة الإجابة وابتدي أصمم أو أسطر سجل الارتباطات 291 أو 292 بنفس الطريقة مصلحة كذا وطبعا المصلحة اللي هي الخاصة بنا أو مصلحتنا لأننا بنسجل في الدفاتر الخاصة بنا فبالتالي مش هنكتب البيان ده اللي اعتماد الأصلي هنكتب مبلغ الاعتماد التعزيز اللي اعتماد بعد التعزيز وكذا بعد ما صمم الصفحة الخاصة بسجل الارتباطات أبتدي بقى أروح على كل عملية واشوف إزاي هسجل العمليات داخل سجل الارتباطات 291 أو 292 تعالوا نروح على أول عملية طبعا هنا قال لي أن المبلغ المخصص لقطع غير السيارات 150 ألف جنيه يبقى على طول أنا أروح كده والسنة المالية بتاعتي طبعا 2011 أو 2012 يبقى أروح على سجل الارتباطات وقول إن الاعتماد الأصلي 150 ألف جنيه صفحة باند الباند اسمه إيه؟ قطع غير السيارات السنة المالية 2011-2012 ده أول بيانات سجلتها بعد كده بتدي أسجل المبلغ اللي هو الاعتماد الأصلي في الموازنة في أول عملية أقول في 1-7-2011 العملية طبعا ده الاعتماد المخصص بالموازنة وعلى طول سجل المبلغ اللي هو مبلغ الاعتماد الأصلي في عمود المبلغ المتبقي بعد الارتباط اللي هو 150 ألف جنيه يبقى ده أول جزئية أقوم بعمل لأننا أول مقرأ رأس التمرين أسجل الاعتماد الأصلي أسجل اسم الباند اللي هو طبعا كان عندنا قطع غير السيارات ثم السنة المالية ثم أسجل مبلغ الاعتماد المخصص بالموازنة في 1-7-2011 إن السنة الملدية أو المبالغ بتعتمد في بداية السنة المالية في الحكومة واللي هي بتبدأ في 1-7-2011 في هذا التمرين العملية اللي بعد كده بيقول لي في 1-10-2011 طلب قسم الصيانة الارتباط بمبلغ 85 ألف ناخد بالنا إن المبلغ كله 150 ألف ده مبلغ الاعتماد هم عايزين يخشوا منقصة بـ 85 ألف جنيه خلاص هنا كده مبلغ الاعتماد يكفي بأن فيش فيها مشكلة يبقى قيمة ملاقصة قطع غير السيارات الرقوب وتم الارتباط بتاريخ 5-9 وتم تنفيذ الملاقصة بكامل القيمة المرتبطة أذهب على طول على الجدول وأقول فيه 5-9-2011 وبعدين أكتب ملاقصة قطع غير سيارات الرقوب وهنا كده المبلغ المرتبط بيه كام أكتب الـ 85 ألف في خانة أو في عمود المبلغ المرتبط بيه وكده بالتالي المبلغ المتبقي بعد الارتباط يبقى كده أبلغ أطرح الـ 85 ألف من 150 ألف هيكون المتبقي 65 ألف جنيه يبقى أنا كده سجلت العملية التانية اللي هي طبعا الملاقصة بتاع قطع غير سيارات الرقوب لكن أخب بالي أن كده المبلغ المتبقي بعد الملاقصة دي بعدما الوحدة الحكومية نفزت ملاقصة قطع غير سيارات الرقوب كده المبلغ المتبقي عندي 65 ألف جنيه هشوف العملية اللي بعد كده بيقول لي في 1-1-2012 طلب قسم السيانة الارتباط بمبلغ 100 ألف جنيه لشراء قطع غير سيارات الرقوب طب أصلا المبلغ المتبقي عندي كام فاضل عندي 65 ألف إزاي نقدر نعمل نخش من قصة بـ 100 ألف بكده احنا هنعوز ان احنا هندعم المبلغ المتبقي من أي بند من البنود الخاصة بالموازنة الأخرى فهنا خب بالنا أقولك في تاريخه تم تعزيز البند من بند الأدوات الكتابية بالمبلغ اللازم إيه المبلغ اللازم؟ أنا عايز دلوقتي أقوم بارتباط أو بمناصة بـ 100 ألف لكن المبلغ اللي موجود عندي بعد المناصة الأولية 65 ألف يبقى أنا محتاج أداء إيه؟ برافع عليكم 100 ألف ناص 65 ألف يبقى أنا كده محتاج تدعيم بـ 35 ألف جنيه ألا هنجيب التدعيم دوت منين؟ من بند الأدوات الكتابية بأول حاجة أجيب التعزيز أو التدعيم ثم بعد كده أقوم بتنفيذ المناقصة يبقى أروح على طول على السجل وأقول في 1-1-2012 تدعيم نقلا من بند الأدوات الكتابية المبلغ كان على طول في التعزيز هحط 35 ألف جنيه جم منين لـ 35 ألف؟ إحنا عايزين المناقصة 100 ألف والمبلغ المتبكة عندي 65 يبقى هندعم بالفرق اللي هو 35 هنا هجمع بقى طالما فيه تعزيز بقى أجمع لما يكون مبلغ مرتوطة يعني داخل المناقصة بطرح من المتبكة لكن أنا كده عندي تعزيز بقى إيه هجمع الـ 35 زائد الـ 65 هيكون المبلغ 100 ألف جنيه أبتدي بعد كده أنفز المناقصة بتاعت اللي هي بـ 100 ألف فأقول في 1-1-2012 هعمل الارتباط بتاعها اللي هي مناقصة قطع غيار أوتوبيسات وده طبعا بمبلغ 100 ألف جنيه هحط المبلغ المرتبط بيه اللي هو 100 ألف وابتدي أطرح المية ألف من الرصيد اللي هو المية ألف يكون الناتج سفري بقى أنا كده سجلت العملية الخاصة بالمناقصة قطع غيار سيارات الأوتوبيس أو قطع غيار الأوتوبيسات طيب كده أنا مبقاش عندي مبلغ متبقية عندي طيب لما يجي يتم تنفيذ المناقصة يا إما يتم تنفيذها بـ 100 ألف يا إما يتم تنفيذها بأقل من 100 ألف مش أكتر طيب هنفترض إن احنا دلوقتي نشوف إيه اللي حصل فقال لي فيه 1-4-2012 تم تنفيذ المناقصة بـ 90 ألف جنيه فقط طيب هم كانوا واخدين 100 ألف نفزوا المناقصة بـ 90 ألف يبقى متبقي معهم 10 ألف يبقى المفروض يرد المتبقي للوحدة يبقى على طول في تاريخ 1-4-2012 هيتم رد المتبقي من المناقصة اللي هو طبعا 10 تلاف جنيه هضيفه على السفرين على طول هيبقى عندي كده المتبقي بعد الارتباط هم العشر تلاف اللي تم ردهم إيه العملية اللي حصلت بعد كده فبيقول لي في 2-5-2012 تم شراء قطع غيار بالمبلغ المتبقي بالأمر المباشر يبقى المبلغ المتبقي اللي هو 10 تلاف عملوا ايه؟ اشتروا بوقطع غيار بالأمر المباشر يبقى روح على طول على سجل الارتباطات وأقول في 5 أو في 2-5-2012 الارتباط للشراء بالأمر المباشر بـ 10 تلاف جنيه في المبلغ المرتبط به وأطرحهم من المتبقي بعد الارتباط هيكون الناتج سفر دي الطريقة عزائي الطلاب اللي بيتم بيها تسجيل العمليات داخل سجل الارتباطات 291 و 292 وزي ما احنا شايفين ما فيش اختلاف طبعا زي ما أوضحنا بين سجل الارتباطات 291 و سجل الارتباطات 292 بيتم التسجيل فيهم بنفس الطريقة وبنفس الكيفية الموضوع المهم أيضا اللي ممكن يجيلي عليه سؤال في الاختبار وهو الموضوع الخاص بالموازنة العامة للدولة أو موازنة الجهاز الإداري والإدارة المحلية ممكن يجيلي سؤال في الاختبار على الموازنة العامة للدولة يقول لي بواب الاستخدامات والموارد واستنتج العجز النغدي ثم يطلب مني بعد كده أظهر النتائج فيه شكل جدول طيب احنا عرفنا الموازنة العامة للدولة قبل كده أنها عبارة عن بيان تقديري مفصل باستخدامات وموارد الدولة عن سنة مالية مقبلة أو تالية وبيتم اعتماد الموازنة العامة للدولة من بيتم اعتماد الموازنة العامة للدولة من السلطة التشريعية أو مجلس الشعب دايما بيجي لي سؤال في الاختبار على الموازنة العامة للدولة ويقول لي استنتج العجز النغدي بعد تبويب الاستخدامات والموارد وإظهار النتائج في شكل جدول ده سؤال مهم جدا ممكن يجي لي في الاختبار تعال نشوف مع بعض إزاي هنبواب الاستخدامات والموارد ثم نستنتج العجز النغدي وزي ما احنا عارفين ان العجز النغدي هو عبارة عن الفرق بين إجمالي المصرفات وإجمالي الإرضات في حالة ان تكون المصرفات أكبر من الإرضات لان لو الإرضات أكبر من المصرفات مش هيكون عندي عجز النغدي بالعكس ده هيكون عندي فاقت في الموازنة تعالوا نشوف مع بعض التدريب أو السؤال الخاص بالموازنة العامة للدولة ونشوف إزاي هنقدر نحله لو جالي في الاختبار سؤال على الموازنة العامة للدولة تدريب خمسة بيقول لي فيما يلي بيان باستخدامات وموارد موازنة الجهاز الإداري والإدارة المحلية والهيئات الخدمية وبين قصين بيقول لي المبالغ بمليارات الجناهات 624 أجور وتعاوضات العاملين 718 رائع السلع والخدمات 312 الفوائد 432 الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية 120 المصرفات الأخرى 432 شراء أصول غير مالية 1320 الضرائب 240 المنح 120 إرادات أخرى وبيقول لي المطلوب 1 تبويب الاستخدامات والموارد 2 استنتاج العجز النقدي 3 إظهار النتائج في شكل جدول أول خطوة عندي هبوة بالاستخدامات والموارد واجايب لي طبعا الأبواب هنا بس مش كتب لي دي باب كام ودي باب كام أنا لازم أكون عارف كل باب من أبواب الموازنة أنا عندي 8 أبواب للاستخدامات وعندي 5 أبواب للموارد أخو بالي أكون عارف الهيكل العام للموازنة العامة للدولة والهيكل التنظيم للموازنة العامة للدولة وعرف كل باب واسمه علشان ما اخطأشي لما اجي ابواب الاستخدامات والمواد انا عندي الباب الاول هو باب اجور وتعوضات العاملين طبعا انا بتكلم عن الاستخدامات يبقى اول باب في الاستخدامات اجور وتعوضات العاملين الباب التاني اللي هو شراء السلع والخدمات الباب التالت اللي هو باب الفوائد الباب الرابع باب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية والباب الخامس المصرفات الاخرى الباب السالس شراء اصول غير مالية أما الضرائب فهذه تخص الموارد ودي الباب الأول في موارد الدولة أو موارد الموازنة والباب الأول هيكون الضرائب الباب الثاني المنح الباب الثالث إرادات أخرى على طول هروع على قراصة الإجابة وابتدي أبواب الاستخدامات والموارد عند الاستخدامات طبعا باب واحد وجود وتعوضات العاملين باب اتنين شراء السلع والخدمات بنفس الطريقة ابتدي تبواب الاستخدامات والموارد المطلوب التاني بيقول لي استنتاج العجز النقدي طبعا العجز النقدي هجمع بقى المبالغ الخاصة بالمصرفات بالطريقة دي اطلع مجموعة 1430 وهجيب اجمال الاراضات طبعا هطلع مجموعة 1680 العجز النقدي يكون الفرق بين اجمال المصرفات واجمال الاراضات وهيكون 750 بعد كده بقول لي ظهر النتاج في شكل جدول هروح على المطلوب اسطر جدول جزء العمود الاول استخدامات العمود التالي للموارد العمود التالت للنتائج وبعدين اكتب اجمال المصرفات مبلغها اجمال الموارد اجمال الاراضات مبلغها ثم النتائج هتكون الفرق اللي هي طبعا العجز النقدي 750 مليار جنيه عزاء الطلاب دي كانت اهم الاجزاء العملية اللي هتجيلي عليها اسئلة في اختبار نهاية العام اللي بدعو من الله سبحانه وتعالى ان ربنا سبحانه وتعالى يوفقكم ويكلل مجهودكم وتعبكم بالنجاح ان شاء الله والتوفيق واتمنى انتم تكونوا استفدتم من حلقة اليوم وان شاء الله انتظرونا في حلقة قادمة هنستكمل فيها مراجعتنا عن المحاسبة والمراجعة على منهج المحاسبة الحكومية وهنركز على الباب الرابع والخاص بتوجيه العمليات المالية الحكومية او التوجيه المحاسبة للعمليات الحكومية او تسجيل العمليات الحكومية في الدفاتر ادعو الله سبحانه وتعالى ان احنا نكون وفقنا في تقديم فكرة بسيطة حول تسجيل العمليات في الدفاتر الرقابية وكيفية استنتاج العجز النقدي في الموازنة واظهار النتائج في شكل جدول وان نلقاكم ان شاء الله في حلقة قادمة نترككم في رعاية الله وامنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته